اشتركوا في القناة وتنال على الخلاص ايضا سلاح اخر هو الدم يسوع المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ثم سلاح الكلمة قوة الكلمة قال يسوع مكتوب استخدم الكلمة ضد الشيطان عندما جاء ليجربه وهذه الاسلحة حبائي لازم تكون ممتلئ من الروح القدس تتفعل تتشغل تتنشط بقوة الامان شيء اخير عاوز اقوله انه الشيطان يرتعب ويخاف من المؤمن المتواضع المؤمن المتواضع الخاضع لارادة الله مكتوب اخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم اتذكر انك انت بتتعامل مع عدو مهزوم الرب اعطاك النصرة اعطاك السلطان اعطاك الاسلحة حتى ايش تواصل الهجوم على الشيطان بالصلاة بالتسبيح بالعبادة الرب بالكلمة تتغلب على كل اعوان الشيطان هذه الحرب الشرسة هي مش مع بشر احنا منحب كل البشر منحب كل الناس لكن الارواح الشريرة التي تعبث وتعمل من وراء البشر فنحن نحاربها في اسم الرب يسوع المسيح بصلي انه الرب يباركك اليوم وانك اخدت بركة من هذا التعليم منحب نتواصل معاك اشتركوا في القناة